أم الفنانين وراهبة المصرح ألقاب حظيت بها الممثلة المصرية أمينة رزق خلال مشوار فني ممتد لسنوات طويلة اشتهرت خلاله بأدوار الأم على مدار أجيال أصبحت واحدة من أشهر النجمات في الفن المصري وصاحبة أطول مسيرة فنية تجاوزت الـ 75 سنة في البداية عرفت باسم أمينة النونو وهذا اللقب للتفرقة بينها وبين خالتها أمينة وقد استغلت أمينة رزق صفر الممثل المصر الراحل يوسف واهبي لكي تهرب منه وتشارك بعمال سينمائية سرعان ما حققت لها النجاح ولدت أمينة محمد رزق في الخامس عشر من أبريل عام 1910 في مدينة طنطق وتوفيت في 24 أغسطس 2003 عن عمر 93 سنة درست في مدرسة دياء الشرق لكنها في عمر السامنة سافرت مع والدتها وخالت التي تقبرها بعامين فقط للقاهرة بعد أن توفي والدها وذلك بعدما قرر أحد الأشخاص قتلها هي والدتها وقد علم أن الأب ترك لهم صروة كبيرة ولكن الشائعات جعلت البعض يروج بأن هذه الصروة تحتوي على سبايك دهب فقرر أن يقتلهمها للحصول على المال مما جعل والدتها تقرر الانتقال للقاهرة كانت هناك قصة خطوبة كادت أن تكلل بالزواك حيث كشفت أمينة رزق عن قصة الزابط الذي خطبها بالفعل حيث قالت كان هناك شخص يدعى وهبي ويعمل زابطا تقدم لخطبتي ولكني كنت أرفض وبعد إصرار من عائلتي على هذه الخطوة اضطررت للموافقة وصلت هذه الخطوبة عامين ولكن كان لدي اعتقاد بأنني بمجرد الزواج سيقوم بمنعي عن ممارسة الفن فاستغليت سفره للخارج في ذات مرة وأرسلت له الشبكة وركزت على الفن مرة أخرى بشكل أكبر وبعد مرور 14 سنة فجئت بأن هذا الشخص يتصل بي ويطلب زياراتي فقفقت ورحبت به وعندما حضر أخبرني بأنه تزوج من فتاة أجنبية ولكنه سينفصل عنها لعدم اتفاقهما وتبعت أن هذا الشخص قام بطلبها للخطوبة مرة أخرى حيث قال أنه يحبها لمدة 14 سنة فاضطررت للموافقة خاصة بعد تهديد أهلها لها بأنهم سيتبرقوا منها ولكن هذا الشخص شعر بالخوف من فسخ الخطوبة كما حرسه في الصابق فطلب مني عقد القرار فوافقت بما أنها ستكون مثل الخطوبة ولن يحدث بيننا شيء خاصة وأني سأكون متواجدة في منزل والدي ولكنه فجأني في ذات مرة بأنه يريد ممارسة حقوقه الشرعية فرفضت بالطبع لعدم وجود عاطفة تجاهه وتشاجرنا بعد 11 يوم من عقد القرار هنا في شبابها كانت جميلة ومطلوبة كتير وحلم الشباب كتير وهذه صورة نادرة لها وهنا هي بتعمل إعلان عن نابل سفرو وهنا في البحر في لبس الميو وهذه صورة طبعا تم تلوينها هي على البحر مع فردوس محمد وحكت أمينة رزق لمجلة الكواكب عملها في 54 أنها كانت في بداية حياتها ومشوارها الفني وبعد أن حققت بعض النجاح كانت تتمنى أن يكون لها بيتا ملك ليرحى من مكعب السكن بليجار وجمعت مبلغا من المال للشراء فيلا صغير واتفقت على الفيلا وذهبت لتدفع الأموال وفي الطريق استدمت سيارتها بسيارة وفجأت بأن سائق السيارة الأخرى هو زوج صديقتها وحكت له عن زهابها لشراء الفيلا فأخبرها بأن هذه المنطقة سيتم هدمها بالكامل وأن مصلحة التنظيم ستضع يدها عليها وقالت هكذا أنقذ تصادم سيارتي بسيارة أخرى أموالي الحلال من يومها أصبحت تتفائل بكل شيء دي صورة نادرة ليها برضو وأنا مع السندريلا الله يرحمهم وقد بدأت أمينة رزي أول أفلاما مع بداية السينما المصرية فشاركت في فيلم قبلة في الصحراء عام 1928 وهو تاني الأفلام المصرية ومن أشهر الأدور التي تركت بصمة عند جمهور أمينة رزي فيلم دعاء القروان والذي قدمت خلاله دور أم لفتاتين مات والدهما والشموع السوداء فقدمت دور أم لعب القرى الشهير صالح سليم والمولد حيث قدمت دور أم الفنان عادل إمام والعارة الذي قدمت خلاله دور أم نور الشريف ومحمود عبد العزيز وحسين فهمي وقد تم اختيار العديد من أفلامها لتكون على قائمة أفضل مئة فيلم في تاريخ السينما المصرية منها أين عمري ودعاء القروان في عام 1953 قالت أمينة رزي في لقاء صحفي أنه أطلق عليها لقب عديوة الرجال لأنها رفضت الزواج وقررت التفرغ للفن لأنها مع كل قصة تقدمها كانت ترى ما يفعله الرجال بالنساء بعد الإقاء بهن وقيل أن أمينة رزي كانت تحب الممثل يوسف وعبي حبا جما وأنها رفضت الزواج بسبب هذا الحب لكنها في لقاء صحفي قالت أنها لم تكن تحبها وحب غرام وكانت زيجاته على يديها وأنها كانت تكون سعيدة لسعادته وبينهما حب واحترام أكثر من الحب العاطفي وقد قيل أنها تنقرت في زي خادمة من أجل أن ترسل خطابا غراميا وكان لإحدى حبيبات يوسف بك واحد هنا صورة نادرة ليهم مع بعض كما حبا أيضا الممثل مختار عثمان وكان زميلا لها في فرقة رمسيس وصارحها بحبه له لكنها لم تبادله الحب كما كان قاسم وجدي مدير مسرح رمسيس يغار عليها ويتم بها ويمنع أي فنان أن يقترب منها وحينما علمت والدتها قررت أن تستحبها يوميا إلى المسرح لتمنعه هو أيضا من أن يقترب منها كما أن سريا عربيا أرسل لها أنه يريد الزواج منها لكنها رفضت وكاتت ده سبب في أزمة حتى أبلغه البعض بأنها ترفض الزواج عموما وليس لشخصي وخلال مشوارها الفني حصلت أمينة رزق على العديد من جوائز منها وسام الاستحقات من الرئيس جمال عبد الناصر وفي عام 1991 عينت بمجلس الشورى في 24 أغسطس عام 2003 توفيت أمينة رزق في المستشفى عن عمر يناهز 93 سنة بعد مصيبة بهبوط حيات في الدورة الدموية بعد صراع استمر لمدة شهرين مع المرض الله مرحبا لو أعجبكم الفيديو ريتشتركوا في القناة واتفعوا الجرس ليصلكم كل جديد وشاركونا بالتعليقات وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين قناتكم قناة أخبار النجوم شكرا لكم شكرا لكم